ينضم إلينا من برلين السيد مني أركو ميناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس الجبهة الثورية السودانية مرحبا بك سيد ميناوي وشكرا لانضمامك إلينا يعني البعض يقول أن اتفاق ألمانيا كان إيجابيا على الأقل لكن ما هي الخطوط العريضة التي اتفقتم عليها عندما تعودون إلى الدوحة شكرا أولا تبعا أننا محتاجين لتوضيح بسيط وخاصة فيما يلي موضوع اتفاقية الدوحة نعم موقف الهكومة السودانية هو التفاوض على أساس اتفاقية الدوحة لكن الموضوع الجوهري الذي أزال هذا الشرط هو على أن يكون شرطا أن الاتفاقية الدوحة والحركاتين أو حركات أن تضع في الطاولة كل القضايا التي تراها مناسبة لحل قضية السودانية في الدرفو كما أن الحركاتين وضعت شرطا وتمت اتفاق عليه أن مع بعض الخروج من الاتفاقية علينا بأن نكون آليات لتنفيذ الاتفاقية التي ستأتي مع بعض المفاوضات القادمة فعلى ذلك الذي يجب أن يكون والذي يسترط أن يتم هو اتفاق جديد لكن ليس بالضرورة أن هذا الاتفاق نسمي باتفاق دوحة أو غيرها ولكن الأساسيات التي تحدث ما يأتي من الاتفاق هو قضايا ذات الجوهر التي يمكن أن طيب ما هي أبرز هذه القضايا السيد مناوي؟ القضايا الأساسية طبعا نحن حتى هذه اللهزة لم نصل للقضايا الجوهرية للتفاوط لأن في الأمس تم توقيع على هذا الاتفاق وهذا الاتفاق فقط هو التحديد لمصار والضبط التفاوط فقط فلذلك أننا أمامنا قضايا الجوهرية كثيرة فمنها استقرار الدائم للسيدان والربط القضية الدارفور بقضية سيدانية وكذلك تحول الديمقراطي لقضية سيدانية كلها لأن الأزمة الآن تتحول من الأزمة بين المركز والهامش إلى أزمة المركز أو أزمة السيدان نفسها فمحتاجين لكل التضافر بتاعة الجهود لإنقاذ السيدان من الوضع الذي الآن يعيش فيه لأن الآن لكي تصرف الرغيفة سوف تكون في صف لمدة أكثر من ثلاثة أيام أحيانا والآخرين مثلا أربع أيام وأيضا لا بد أن لديك بطاقة شخصية لصرف الخبز فكل ذلك أفتكر ذا النهاية أو نهايات لبداية التي يمكن أن يحصل لسودان وهذا لا نريده فعلى ذلك القضايا الآن أصبحت قضايا مطروحة كثيرة جدا والأزمة الآن يا دوب يعني الحكومة السودانية أيضا بدأت أن تحس بهذه الأزمة فلذلك القضايا هي قضايا وطنية كثيرة فسوف تشتري كل القوى السياسية في القضايا الجوهرية التي يمكن أن نطراها في يوم من الأيام سيد مناوي قيل أن الاتفاق أيضا وضع ضوابط تلزم الأطراف الدخول في العملية التفاوضية بغية الوصول إلى سلام شامل ومستدام طبعا في السودان ما هي هذه الضوابط التي تلزم كافة الأطراف بضرورة الجلوس وحل القضية سلميا بالأكيد طبعا أي اتفاق لا بد أن يلزم أطراف الموقع عليه فالاتفاق فقط ألزم الآتية للأطراف الموقع عليها ألزم بأن الأطراف التفاوض منهم هم المعارضة حقيقية فهذه المعارضة سوف تحدث في الطاولة بتاعة المفاوضات وأيضا حدث المنبر وكذلك حدث الوساطة الوساطة التي تتكون من الاتحاد الأفريقي ومن دولة القطر ومن يونامت وكذلك حدث الاتفاق علاقة المفاوضات التي ستجرع فيما بعد مع الاتفاق المسبق هو اتفاق الدوحة التي سبق تم توقيعه فكل هذه هي تقريبا دل دوابط ودل قضايا التي تم طرحها في يوم من الأيام منذ نهاية 2016 بداية 2017 حتى هذه اللحظة والمبادرة كانت جاءت من حركتين حركة تحرير السودان وحركة العطل والمساواة فمشت إليها الحكومة السودانية على مضت وكذلك المجتمع الدولي صعد على ذلك وخاصة وليات المتحدة الأمريكية ودولة ألمانيا فلذلك أننا حتى هذه اللحظة في بداية الطريق ولا يمكن أن نتحدث ما يمكن أن تحدث إليه في المطمار لأنه لم نصل المطمار حتى هذا لكنكم لمسهم أن هناك التزام من قبل الحكومة بضرورة التوصل لعملية سلام التزام كامل بالعملية التفاوضية أحد هذه اللحظة لها نشك في مواقف الحكومة ولا يمكن أن نصدق على هذه الحكومة لأنها حكمت هذه الدولة لمدة أكثر من 29 سنة فلذلك أننا الثقة بيننا وبين الحكومة مفقودة لكن نحن من ناحية سياسية ونحن أطراف هذا النزاع وأطراف أيضا في هذه الأزمة لا بد أن نقدم مسؤولية في طاولة فإن قبل الطرف الآخر فهذا شأنه وإن رفض الطرف الآخر فنحن كالسودانيين علينا أن نضع طروحات التي يمكن إخراج الوطن والمواطنين من الأزمة التي عاشها السودان لفترة أكثر من 30 سنة في زل هذه السلطة من برلين السيد مني أركو ميناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس الجبهة الثورية السودانية شكرا جزيلا على مشاركتك معنا سوف تحرير السودانية